في يوم لم تلعب في الأرض مع أصحابها كان المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد لستطاع أنه يعمل نتيجة إيجابية أمام السنغال على ملعبه في القاهرة الكاميرون خسرت على ملعبها قدام الجزائر المالي خسرت على ملعبها قدام تونس الكونغو تعادلت على ملعبها قدام المغرب وغانا تعادلت على ملعبها قدام نيجيريا وبالتالي احنا المنتخب الوحيد اللي على أرضه قدر أنه يحقق مكسف في مباراة ما كانتش سهلة على الإطلاق واتفق معي طبعا نجمنا النهاردة في السادسة كابتن ماهر همام أن مباراة العودة هتكون في منتهى الصعوبة لكن بالتأكيد الأمل بقى كبير جدا بعد ما قدرنا أن احنا مش بس نسجل أن احنا كمان ما نستقبلش قدام منتخب السنغال على أرضنا خلينا نسمع رأي كابتن ماهر في مباراة مبارح ونسمع رأيه الأهم طبعا في كيفية مواجهة منتخب هو الأقوى من وجهة نظري مش عارف كابتن ماهر همام يتفع معي ولا بلكنه المنتخب الأقوى من وجهة نظري حاليا على مستوى القارة الإفريقية مسأخير كابتن ماهر نور الدنيا مبروك بداية خطوة أولى كانت صعبة ولكن نجحنا فيها يمكن كنا نتمنى أن نغطي الهدف بهدف تاني كانت سهل كتير قوي علينا في مباراة السنغال من التسجيل شايف إزاي مواجهة مبارح وأهم المكاسب من وجهة نظر يعني بسم الله الرحمن الرحيم بمبارك طبعا الجمهور مصر والمنظومة الرياضية في مصر على مكسب مبارح السنغال 1-0 وعايزين برضك أحمد نقول لتذكرتي متشكرين يعني بصراحة التنظيم اللي اتعمل مبارح استاد القهرة يعني ظهر بسوبه الجديد زي ما بيقوله يعني واحنا طول عمرنا عارفين ان استاد القهرة ده مرعب للأفرقى وجماهير مصر الكبيرة العظيمة الأسرة الرياضية أو الأسرة المصرية اللي الزوج والزوجة والأولاد كانوا موجودين يعني بصراحة مدرح وكانوا منورين بالإضافة للمباراة يعني كرة كرة نحنا طلعنا مبسوطين أنا الحقيقة الجمهور كان أكتر من رائع والاستاد كان عالمي مبارح لازم نحايا استادات أنا أممكن عشان دي الوقت ما قلت يزاف المقدمة لكن استاد القهرة مبارح ولا أروع ولا أجمل وحطه في مقارنة مع أي استاد في العالم بجد حاجة صورة تشرف مصر الحقيقة مبارح يعني تحفة معمارية زي ما بيقوله وده الحمد لله ربع من اللي احنا وصلنا بقى عندنا إمكانيات أحمد البناء التحتية والاستادات على أعلى مستوى وإحنا نقدر لو فيه تنظيم كاس العالم نقدر ننظم كاس العالم وإحنا طبعا مطمئنين بشكل كبير يعني فأنا بعتبر أن جمهور المصر مبارح هو رجل المباراة الأول بصراحة ويالي اللعيبة عاز أقول لك يا أحمد مسافة معنا بمصر بترفع والاستلام الجمهوري بتضرب بيحصل نوع من الاستنفار البارح كان واضح قوي أنه لعبتنا من التركيز باين على عميها على مشاهد التركيز والإصرار أن هم فعلا يكسبوا المباراة ودي من ضمن الحاجات اللي إحنا مطورسنا أجال وراء أخرى فإنبارح كلنا كنا مطمئنين مطمئنين قوي أن أولادنا يعني مش عايزين نقول رد اعتبار لأن هم كسبونا يمكن في كاس الأمة فريقية بضربات الترجيح وضربات الترجيح كلنا عارفين أنها بتبقى فيها توفيه وعدم توفيه لكن إنبارح كان هناك رد اعتبار حقيقي بالنسبة لعبتنا قدرنا أن احنا بصراحة من بداية المبراء يعني ورناه من العين الحمراء زي ما يقول بلغة الكورة وده كان واضح من الستارت الأولاني لمنتخب مصر والنزعة الهجومية اللي إحنا بدأنا بيها ترجمة نانسي قنقر